معنى اتصال هاتف فيه حتى يعني نعطي الاختصاص لأهل الاختصاص معنى الحكم الدولي السابق أسابة جبران وهو حكم أردني مساء الخير كابتن مساء الخير كابتن اليوم يعني أعتقد ما في حديث بجوزة إحنا نتحدث الآن عن أهمية هذا الإنجاز الذي يتحقق وإحنا أكيد مؤمنين فيه ولكن زي ما تحدث الكابتن جمال هناك في غصة موجودة ربما على موضوع الحكم لن أطيل عليك كيف تقيم نيانج الحكم الصيني في مباراة اليوم وكيف تفسر ركلات الجزاء الثلاث أول شي حاب أقول هارد لك للنشامة كانوا أبطال في المباراة وكان من الصعب يفوزوا بهيك مباراة في ظل هيك أجواء كانت موجودة نيجي بالنسبة لتقييم أداء الحكم الصيني في عنا ركلة الجزاء الأولى مع الأسف نجح المهاجم القطري في أنه يخدع الحكم بالحصول على ركل الجزاء حيث لو بتابعنا نحن ركلة الجزاء رح نلاقي أنه المهاجم القطري هو اللي ضرب رجله في رجل المهاجم الأردني وافتعل السقوط نعم وحصل على ركلة الجزاء وكان لازم على الحكم يعمل تشريك مع البار وكان لازم يستدعوه يشوف الحالة أنا باعتقادي لو استدعوه كان هو ما حسب ركلة الجزاء هاي الأولى غير سليمة بالنسبة للركلة الجزاء الثانية هي ركلة الجزاء ضعيفة والتصوير ما كان خادمنا كثير إنه نقدر نقم عليها لكن بالمجمل هي كانت ركلة الجزاء ضعيفة نحب أن نتأكد منها احنا فيما بعد الثالثة على فيه أنه كمان أخطاء غير ركلة الجزاء ركلة الجزاء الثالثة شو رأيك فيها ركلة الجزاء الثالثة ممكن يكون كان فيه تسلل قبل ركلة الجزاء وكان لازم أنه الحكم يرجع لحالة التسلل أنه حكم الرأي يرفع الرأي لكن إحنا لحد الآن ما قدرنا نتأكد تقنيا من هاي الحالة لكن بحالة وجود تسلل وفيه بعدها مخالفة بنرجع للمخالفة الأصلية اللي هي التسلل أما بالنسبة للحالة نفسها اللي حدثت هو كان فيه تصادم ما بين الحارس ومهاجم القطري إحنا المهاجم الأردني مع الحارس المرمى الأردني ما عمل أي حركة اندفاع اللاعب القطري أدى لاستضام اللاعب القطري مع الحارس الأردني وتم احتسابها للجزاء وبعد الرجوع للبار تم احتسابها من قبل الحكم وبرضو إحنا برأينا أنها حالة كمان ضعيفة يعني متحتمل ممكن آه أو لا كم تعطي درجة للحكم في هذه المباراة هل تعتبره نجح أم فشل في هذه المباراة أي حكم بارتكب أخطاء في المباراة إذا احتكب خطأ واحد بيأخذ علامة سبعة وأربعة إذا ارتجب أكثر من خطأ مؤسس في المباراة ممكن تصل علامته للسبعة وهذا بيكون غير ناجح يعني أنت كم تعطيها؟ أعطينا الرقم عشان نشوفه نجح ولا غير ناجح فنيا ننتهي أنا أعطي سبعة من عشرة وهي علامة ممتدنية جدا أوطى العلامات ولم يكن أداء طيب وكانها مستفز للعبين أسوأ نسخة حكمية لا نهائي في أبطال آسيا وكان في حكام يمكنه مدير المباراة أفضل من هذا الحكم في هذا النهائي اللي وقع على الاختيار يعني أنت مش راضي على الاختيار هذا الحكم طبعا طبعا هو الاختيار عليهم تعلم أنت تفهم أنا بدي أشكرك إذا في الكبات عندك أسئلة للكبتن أسامة أنت أهل التصاص للكبتن أسامة مساء الخير مساء الخير يعني أنت أوجزت وحكيت الحكي اللي إحنا شايفينه ودائما وأبدا طبعا أنت أصحاب اختصاص في هذا الموضوع نعم وكل دائرة الحكام بالاتحاد الأردني دائما هي يعني مختصة ويعني بتحلل وبتعطي قراراتها الصحيحة دائما دائما التحكيم بشكل عام وخصوصا بعد ما دخل الفار على التحكيم يعني صرنا نستبشر خيرا بأنه الفرق تأخذ حقها لكن للأسف هذا الحكي غير موجود أنا تسمح لي بهذا التعبير أنه الفار هو يعني عبارة عن يعني وكأنه كذبة كبيرة الفار بحد ذاته ومن يجلس بالفار أيضا قبل فترة لاتحاد الدولي في بطولة أندية العالم أعلن أنه الحكام لما بيرجع للفار عليه أنه وصححني إذا بحكي غلط عليه أنه يعلن علنا للجمهور بسماعته شو احتسب وليش احتسب وكيف الضربة أو كيف الآخرة كانت تجربة بس لسه ما أقرت من الاتحاد الدولي بالنسبة للموضوع هي تجربة أنه يعلن لكن الفار هو جيد جدا والفار إذا استخدم بالطريقة الصحيحة هو بيكون ممتاز لكن اليوم كمان حكام الفار بغرفة الفار يتحملوا مسؤولية كبيرة بصراحة أكيد بيتحملوا بس مجهودات فريق تعب فريق تعب دولة كاملة على فريق كيف بتروح بيعني معلش مش ذنبك طبعا أنت بس أنا بحكي معك كونك مختص وبيسمعوني أخوانك وزملائك في التحكيم الأردني كيف بتروح على فريق لأن الحكم اللي بالساحة مع حكم الفار الثانين بيحكوا بلغة واحدة بلهجة واحدة بطريقة واحدة من جسية واحدة وإحنا شايفين وإحنا مش حكام عارفين أنه البلنتي الأول والثالث تحديدا فيهم شك وفيهم شك كبير يعني يعني أبدأ أقول لك عن حالة استدعى الحكم مشان يترد لاعب الأردن اللي هو يزن عيمات بعد ما استدعى ما قام بطرده فمن الأساس ليش أنت الفار تستدعيه وهي حالة أصلا ما تستوجب الطرد ففي أخطاع على الفار وغرفة الفار كانت اليوم إلى دور كبير في يعني أن يكون التحكيم سيء في هذه المباراة طيب أهلا بكم متواصلين مشاهدينا بتأكيد تحدث بالسؤال للكبتن جمال أبو عابد كبتن ما رأيك بهذا اللغط التحكيم اللي بجوز عكر صفه النهائي وسمعنا الحديث الفني من أصحاب الاختصاص أكيد شوف هو الأستاذ جبران حكل الحكي الصحيح واللي هم بيشوفوه من زوايا إحنا ما بنشوفها أو إحنا ما بنعرف فيها يمكن هو فسر كيف الحالات أكيد اليوم أكيد الحكام بتأثروا بالمحيط اللي هم فيه أكيد والليوم مباراة نهائية في قطر في نهائيات آسيا أكيد في مجاملات لازم تكون في مجاملات ولكن أنا عندي كلمة للمستقبل بإنه ما نحط هذا الإشي نركن عليه لأنه أنت اليوم لازم يعني إذا بدك تكون فريق بطل وتمشي في تصفيات كأس العالم وتوصل كأس العالم رح تتعرض لظلم مرات فبدك تقضم الغيض وتمشي في المباراة اليوم كان لازم نجيب جوال لأنه إحنا في الهجمات المنظمة اللي سويناها وصلنا الجول يعني صح فيه سوء سوء حزب في بعض الركلات ولكن لما ركزنا بعد ما كانت النتيجة 1-0 جبنا التعادل كان ممكن لو استمرينا أنه نجيب جوال اليوم التحكيم اللي بيحكوا فيه واللي صار عليه لغط بالنسبة للحكم لازم الاتحاد الآسي واتخذ قرار بأنه يكون يستبعد هذا الحكم لأنه حتى قطر كانت مش راضية عنه حتى الفرق كلها ما كانت راضية عنه تاريخه تاريخه بيحكي أنه هو جزار بالنسبة للكروت الصفر والكروت الحمر وحالات الطرد وحالات ضربات الجزاء وهي صارت بأندية أبطال آسيا كمان نفس الإشي أنه حسب في في مباراة خلال خلال ربع ساعة ثلاث ركلات جزاء ويمكن كان فيها طرف الهلال أو النصر السعودي أو فريق سواها مع النصر أو الهلال مع فريق إيراني حتى ثلاث ركلات جزاء فعنا فكرة عنه يعني كان لازم كما نلاقي بيننا يكونوا حريصين جوا منطقة الجزاء بينهم ما يتعرضوا للظروف ولكن الحكم استغل الفرص المناسبة ووضع فيها ضربات الجزاء جميل جدا حالو بجزء عم نتحدث قاعدين عن أن الجميع فعليا مبسوط بهذا الأداء بغض النظر عن النتيجة الأخيرة ويعني كابتن أحمد دائما في عقبات أمام المنتخبات سواء كانت تحكيمية سواء إذا ما حكينا حتى عن تواجد الجماهير بالكم الكبير الاستعداد النفسي البدني وكافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع اليوم هذه العقبات لازم نتجاوزها وما نحكي عن تحكيم إلا الشغلات البينة طبعا والتي تحدثنا عنها عشان نوصل للأمام واليوم الحلم الأكبر هو كأس العالم شوفي إحنا يعني بني أدمين يعني إحنا وإحنا نجيين وبالنباراة كل الناس بحكوا على التحكيم اليوم التحكيم كان يعني مبين فإحنا إحنا بنعتبر حالنا جمهور الآن إحنا بنحكي التحكيم اليوم بكرة لكن بعد هيك زي ما تفضل من الاتحاد الآن إحنا عندنا أهدافنا وطموحنا كبر كبر إحنا بندور فعلا على التأهل وكأس العالم إحنا من الآن من المنتخب بيصل لهذه المراحل بيصل لهذه النتائج الرائعة ما بدنا إحنا نوقف عندها أو أن نرجع للخلف لا بدنا نستمر بدنا عطاءنا يزيد أكيد الاتحاد زي ما قلنا رح يستمر بالعطاء والشغل موضوع للتحكيم طبعا إحنا اليوم كثير في ملاحظة كثير حلوة في المباراة أنه لعبتنا رغم هذه القرارات ما كان فيه انفعالات من لعبتنا باتجاه العكام ولا في كان مثلا توتر بجوز في لحظة معينة كان فيه فول وحق اللاعبين يعترضوا عليه لكن بشكل عام ما كان فيه اعتراض ما كان فيه نقاش هذا اللي خنقول الأخلاق العالية واللي نبعت واللي طلعت واللي عبرت عن المنتخب معالي لكن هي غصة عنا يعني بصراحة وخصوصا أنه كان فيه تخوف وكبير وبنفس الوقت احنا الاتحاد الآسوي أو غير الاتحاد الآسوي ما بيعملوا اشي للحكام أنا بتذكر لما كنا بال2004 ويزيد الحكم الماليزي الماليزي أحمد الماليزي غير لقوال وعمل وما تصار عليه اشي بعد اسبوعين بعد اسبوعين كان يحكم في أبطال آسيا واستمر واستمر والآن هو مقيم حكام في الاتحاد الآسوي مثلا الرجل هذا اليوم شو بده يسيره لي ولا اي شي بالعكس تابعوا رح تلاقوه بعد شهر أو اسبوعين في أبطال آسيا بحكم تصريح مهم تابعوا رح تلاقوه بحكم في أبطال آسيا ما بسير عليهم اي شي الفكرة يعني أنا ما بدي أتوسع فيها ولا بدي أحكي فيها كثير أنا اشتغلت مع الفيفا سنة وثمنة شهر بالماتش فيكسينج نعم وما باتتهم ناس طبعا ولا بحكي عن الإنسان لا 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 احنا موش أي بالضبط احنا بنحكي بحالات تحكمية دائما احنا بنحكي عن حالات بتخليك تفكر وتخليك ليش وكيف وشو اللي صار قبل شوية الأخونا أو سامة حكى حالة الطرد اللي كانوا بديهم يطردوا فيها يزن مش مستاهلة ومبينة وأي لاعب عمره 12 سنة بعرف أنه هي كتف فيها إذا بدي يعطي انظار وبس يعطي أصفر يعني أما البلنتي الأول ما رحتلش تشوفه بالفار ولا تأكدت منه ولا وصلت له واللي حكى صحيح أسامة إحنا في جلسة كلياتنا أنا قلت للشباب إذا لاحظتوا رجلي ضربوا بعض بآخر إشي اللعب الشقيق أخونا القطري رجلي ضربوا بعض وهو وقع وحكى فورا استفر البلنتي ما حتى أنه رجع يشوف أنه هذا فار فيها بلنتي ما فيهاش بلنتي ما استدعوه ما الأخير هذا الحكي نحطه على جنب إحنا جايين نقول لمنتخبنا ولشبابنا إنكوا رائعين إنكوا أبطال ما قسرتوا بنشكر كل جهدات كل ناس هذا أنا إحنا دائما نقول كلمة جمهور جمهور وجمهور كرة قدم لا إحنا الشعب الأردني كامل كان مع المنتخب وأنا حكيتها كمان أكثر مرة أنه اللي بيحضروا وقاعدين في المدرج هم مش جمهور كرة قدم هم الشعب الأردني العائلة الأردنية اللي طلعت من عمان ومن المحافظات واللي موجودة في الدوحة واللي موجودة في المنطقة كلها وقبل شوي شفنا شباب جايين من لندن أو من نيو كاس من نيو كاس مش هل جاء نيو كاس فكل هذا الحكي لازم نبني عليه نعززه ونستمر فيه إحنا بفترات سابقة المنطقة الوطنية كان يلعب بعمان ما يكون في الملعب أربعة تلاف خمس تلاف واحد الآن المنتخب إذا عنده مباراة الشهر الجاية والبعده راح تلاقي الملعب فل وتلاقي الناس هذه الحالة اللي انخلقت في الأردن لازم نستفيد منها لازم نستمر فيها لازم اتحاد كرة القدم يوسع أبوابه اللي موجودة مع كل الناس حتى نستفيد منها ويكون فيه إن شاء الله مسيرة قادمة مميزة كويسة للنشام في كافة البطولات جميل جدا